بسم الله الرحمن الرحيم زار الكويت أمس المقرئ الباكستاني سيد صداقة علي تلميذ القارئ المصري عبد الباسط عبد الصمد وذلك لإقامة جلسات إيمانية لتلاوة القرآن الكريم الذي يجيده تجويدا وترتيلا أنا مشغول مع القرآن الكريم في باكستان أنا مقرئ في برلمات الباكستان وتلفزيون الباكستان وإزاعة الباكستان وعندنا دروس التجويد للأطفال بدأ سنة 92 حتى الآن يعني تقريبا كمدة يعني 22 سنوات يعني تقريبا ولحمد الله تقريبا كل باكستان يعني طلب درست من عندي يعني وبعدا في عندنا حفلات القرآن الدولية ليس يعني مسابقة حفلات القرآن يعني من مصر والقويت وإيران بلد المختلفة يعني شارك هذه المؤتمرات القرآن تازي الشيخ الباسط محمد عبدالصم رحمه الله من مصر وأنا بردو أركن نقابة القرآن جمهوري المصر كمان يعني في حديث سلسة صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب يعني بلحون العرب هذا كل مقامات يعني إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ترجمة نانسي قنقر